قوات الجيش الوطني اليمني بإسناد من مقاتلات التحالف على مواقع جديدة في مديرية حيران التابعة لمحافظة حج شمال غرب البلاد بعد مواجهات تكبدت خلالها الميليشيات خسائر كبيرة خسارة جديدة للميليشيات الحوثية في محافظة حج شمال غربي اليمن عملية عسكرية مباغتة بإسناد من مقاتلات التحالف نجحت على إثرها قوات الجيش الوطني في تحرير منطقة العوجاء وعدد من المزارع شرقي مديرية حيران من قبضة الميليشيات المواجهات التي تكبدت خلالها الميليشيات خسائر بشرية ومادية كبيرة أسفرت عن استعادة قوات الشرعية أسلحة ثقيلة ومعدات وآليات عسكرية خلفتها عناصر الميليشيات التي فرت من المنطقة بعد زرعها مئات الألغام والعبوات الناسفة منطقة العوجاء التي خسرتها الميليشيات كانت تراهن عليها كمركز لتحشيد المقاتلين في محاولاتها الفاشلة لاستعادة حيران كما شكلت مصدر للمغذوفات التي طالت عددا من قرى ومناطق المديرية قوات الشرعية التي سيطرت الشهر الماضي على مثلث عاهم الاستراتيجي تواصل تقدمها في جبهة محافظة حجة رغم دفع الميليشيات بتعزيزات بشرية كبيرة من عاصمة المحافظة ومديرياتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر